انها المرة الثانية التي يُعقد فيها مؤتمر منطقة 9150 روتاري العالمية بالعاصمة جمينة لكن هذه المرة يختلف عن المرة الأولى لكون صالح كيبزابو حاكم منطقة 9150 روتاري العالمية حفل الانطلاق شهد العديد من المداخلات أولاها عمدت بلدية جمينة فاطمة نادوقة التي قالت ان هذا المؤتمر الذي يُعقد تحت رعاية سيد صالح كيبزابو الحاكم الشادي الأول لهذه المنطقة مهم لمدينة جمينة ولسكان الذين يرغبون في رؤية بيئتهم المعيشية تتحسن من جانبه حاكم منطقة 9150 روتاري العالمية صالح كيبزابو قال يعد هذا المؤتمر الذي يمثل نهاية ولايته فرصة فريدة للتأمل في الانجازات الماضية وتبادل الخبرات ورسم مسارات المستقبل معا كما أكد أن خلال قيادته قدم مساهمة كبيرة لهذه المنظمة مضيفا أن خلال هذا المؤتمر ستتاح الفرصة للمشاركين للتفاعل مع القادة الملهمين واستكشاف المبادرات المبتكرة من جانبه ممثل رئيس روتاري العالمية شكر جميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير مضيفا بأن روتاري من خلال أعمالها والتزامها بما في ذلك الكفاح من أجل القضاء على شلل الأطفال تجسد قيم الخدمة والنزاهة والسلام وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادين بالخارج والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد عبد الرحمن غلام الله في كلمته لافتتاح هذا المؤتمر حيا وبحرارة جميع المندوبين من البلدان العشر في المنطقة 9150 الذين جاءوا وحضروا هذه المناسبة الخاصة للغاية مضيفا أن موضوع هذا العام الذي يركز على الأمل له أهمية خاصة بالنسبة للتشادة وللمنطقة بأكملها ويلعب الروتاري من خلال مشاريعه اللسانية والتعليمية والصحية دورا حاسما في هذه الديناميكية كما أضاف إن جهودكم لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز التعليم ودعم المبادرات المحلية في مساهمات لا تقدر بثمن في تنمية البلاد ومن خلال رعايتهم لهذا الحدث الإقليمي الكبير فإنهم يدركون تماما أهمية هذا اللقاء الذي يتجاوز الحدود والثقافات واللغاد والجدير بالإشارة أن هذا المؤتمر سيستمر لمدة ثلاثة أيام